أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الأيام المقبلة عقب عيد الفطرة المبارك ستشهد موجة انخفاضات أخرى في الأسعار جاء ذلك خلال ترأس مدبولي اجتماعا لمتابعة مخرجات اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع حيث أكد مدبولي اهتمامه بعقد الاجتماع بشكل أسبوعي بهدف المتابعة الدورية لحركة الأسواق وأسعار السلع هذا وتابع مدبولي المستجدات ومصارات التحرك المتخذة من قبل الأمانة الفنية لللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع والأعمال المنفذة فيما يتعلق بتطوير آلية الرصد الميداني للأسعار